احنا في مصر لحظة فارقة او وقت فارق عاوز تصدق الكلام اللي هقوله حقك مش عاوز تصدقه برضو حقك انا لا اطالبك ابدا عزيزي المشاهد بان تصدق ولا اطالبك بان لا تصدق انا كل اللي طلبك بيه شغل عقلك لكن هي هتعدي هتعدي زي معدت حاجات كتير قبل كده وعايز افكرك بما انه النهاردة 15 يناير ده عيد ميلاد جمال عبد الناصر الزعيم خالد الزكر الزعيم جمال عبد الناصر عارف ليه عبد الناصر كان زعيم شو ما انا خدتك من فين وديتك فين عشان عبد الناصر كل اللي شغل نفسه بيه هو مصر ومستقبل الامة العربية وبطبيعة الحال افريقيا واصبح جمال عبد الناصر كل اللي بيفكر فيه هو ان الشعوب تعيش حياة افضل بعيدا عن الاستعمار والامبريالية بس عبد الناصر كان محظوظ جدا محظوظ لانه العدو بتاع عبد الناصر واضح جدا الامبريالية الغرب الى اخره مش عاوزين التجربة المصرية تنجح تحت اي حال من الاعوال مش عاوزين وينجح مش عاوزين مصر تقف على رجليه عملوا كل حاجة ممكنة علشان يجهدوا التجربة بتاعة جمال عبد الناصر في مصر انا من الناس اللي ما بحبش يسميها التجربة الناصرية لان هي تجربة مصرية في عهد الزعيم خالد الزكر حلو ده جمال عبد الناصر اللي حضراتكم شايفينه بس انتوا شايفين قدامكم شكل جمال بس مش شايفين حب الناس لجمال ايمان الناس بجمال بس جمال الله يرحمه كان محظوظ محظوظ لانه الناس كان عندها قدر عالي جدا من الوعي محظوظ لان الناس مؤمنة بهذه التجربة الناس عايزة تبزل كل جهد ممكن علشان مصر تنتج من الابرة للساروخ ده الشعار بتاع الفترة اللي كان بيحكم فيها جمال عبد الناصر جمهورية مصر العربية وفي مرحلة جمهورية العربية المتحدة ثم عودة مرة تانية لجمهورية مصر العربية كل ده حديث في السياسة بس الستة مليون بني آدم اللي مشيوا وراء جمال كان جمال محظوظ بيهم محظوظ بناس ما خزلتوش لما تعمل حصار اقتصادي على مصر ومصر ما قعدت سبع سنين مش عارفة تستورد أشاية الناس ما طلعتش تهلل ضد جمال واصل برضو جمال عبد الناصر كان محظوظ عشان ما كانش فيه فيسبوك ما كانش فيه تويتر ما كانش فيه انستجرام ما كانش فيه تيك توك ما كانش فيه شوية عيال هايفة طلعت تدلي بأي شيء وكله نيادلوا بدلوا فيما لا يفهم ولا يفقد جمال عبد الناصر كان محظوظ زي ما كان محبوب كان فيه ايمان بانه احنا خرجنا من حقبة تعيسة قبل اتنين وخمسين تعيسة وسيبك من البلهات والعباطات والغبوات بتاعت مصر قبل اتنين وخمسين كانت اغنى دا ولا ما حصلش الناس في مصر كانت كلها بتخش المدارس دا ما يكملش نص فيلمية يا راجل اللي انت كنتم تتفرج عليه في افلام لابيا دويسود ولو عاوز تتفرج على افلام لابيا دويسود بتعتبرها مرجعية حقيقية لحضرتك عن المجتمع الناس كانت طالع عينيها هي واللي خلفوها ومش لقيين اللضة عشان كان فيه كتلة مسيطرة على الفلوس مسيطرة على مقدرات الدولة مسيطرة على ارزاء الناس كان فيه وسايا يعني كان فيه اقنان عبيد ارض جمال ورجالته يوسف صديق ورجالته خالد محق الدين ورجالته صالح سالم وجمال سالم ورجالتهم خدوا البلد من ادها وطلعوا بها الفوق كان عندهم حلم حلم كبير انه يبقى فيه حاجة اسمها جمهورية محمد نجيب مغبون الحق الذي اعيد له حقه من كم سنة بس الناس دي كان عندها حلم حلم الجمهورية حلم العدالة الاجتماعية حلم القضاء على الفقر حلم ان احنا يبقى فيه عندنا صناعة حلم ان الناس تبقى عندها عزة وكرامة وإباء وشمم حلم بس كان جمال عبد الناصر هو وكل رفاقه محظوظين بهذا الشارع المصري